اكتر موارد العالم استهلاكاً بعض المياه المادة دي ستشن عليها كل الحروب لان هي حقيقي نفط المستقبل العصابات بدل ما بتهرب المخدرات والسلاح بقت بتهرب المادة دي من دلوقتي هتستوعي بكلامي ده كله لما نشط غدة صماء صغيرة جوة دماغك وحنسميها بالعين التالتة أو نترك تحويلك إلى عبد دنيوي تخضع تصرفاتك بالإجبار لنتجة من عادات وتقاليد من أجل تقاليد من أجل دايما كان أبهاتنا وأمهاتنا بيرددوا قول الله تعالى ويل للمطففين وشرحوا لنا أن هي معناها أن البيع اللي بيرش في الميزان أو بيد الناس أقل من حقها حبة صغيرة يعني بينقص من حقهم حاجة صغيرة قوي يمكن ما تبانش فسمي بالمطفف معنى كلمة المطفف طيب التطفيف بقى أحبائي مش تقق من الشيء التطفيف اللي بيهتمش بالناس إيه يعني لو الخمسة كيلو نقص منهم خمسة جرام ده مش هيخصر المشتري في حاجة ولكن ممكن تجميعه عند الباقع يبين له حاجة كبيرة قوي فربنا توعده بصورة خاصة في القرآن وقال المفسرون أن كلمة ويل أو ويل هي اسم الوادي الصديد بتاع جهنم اللي موجود فيه وأن المطففين دول هم أهل الصديد لكن أنا في وجهة نظري أن المطففين هي كلمة عامة جدا وتشمل حاجات كتير المطففين ناس موجودة في كل حياتنا وموجودين في كل حاجة إحنا بنشوفها يمكن هم شايفين أن هي بالنسبة لهم مكسب لكن بالنسبة لنا إحنا خسارة أي حد بيشتري حاجة حقه منها ناقص دايما هي خسارة حتى لو يظن أن حقه كامل وإذا حصل العكس بينقصوا من أجرهم لحد ما يبينولك أن هم مش بينقصوا من حقك ولا حاجة ده هم بياخدوا حاجة من حقهم اللي أنا عاوز أقوله النهاردة أن المطففين معناها أشمل وأعمق بكتير من أن هي تختصر على البائع أو البيع أو البضاعة المطفف عندنا هنا زوج يريد من زوجته أن هي تدي حقوقه كاملة ويجبرها أن هي تعمل المستحيل عشان ترضي غروره وفي المقابل يظلمها يخونها ويجرحها وينقصها حقوقها هنا برضو المطفف زوجة لتعطي زوجها حقوقه كاملة ودايما عنيدة وسليطة اللسان ومتمردة المطفف مدرس في نهاية كل شهر بياخد مرتبه كامل وفي الوقت نفسه بيهمل الطلاب وما بيش بيش بيراعوا ضمرهم في الشرح ولا بيهتموا إلا بأصحاب الدروس وطبعا إلا من رحمه ربي المطفف طبيب بياخد حقه المادي من المستشفى بمجرد أنه يروح يمضي وسيب الناس الفقرة اللي بتتعالج عن نفقة الدولة في المستشفى ويروح لعياته الخاصة عشان يرعى من يدفعون له ده مطفف المطفف كمان شخص عايز كل قريب وتسأل عليه وهاي وأنت عامل إيه كل سنة وأنت طيب وهو في المقابل قاطع اللي رحمه فكرة أن أنت عايز الناس كلها تتلمى عليك وأنت ما تبذلش مجهود ده تطفيف حد ذاته المطفف هو مسؤول التموين السري اللي بيصرف لك الغث الغث يعني هي أقل البضاعة قيمة وبيسيب البضاعة التانية الكويسة عشان يباعها للي ليه مصالح معاهم ومنافع معاهم المطفف هو الموظف اللي بيعمل مصالح الناس ويروح لهم بيتهم ويعمل لهم حاجات خاصة ويسيب الناس اللي مفهول يتعمل لها خدمات بالمجان اللي هو يتقاضي أجرى عليها ما يروح لهمش عشان يجامل أصحاب النفوذ وأصحاب الوسائط في بيوتهم طبعا كل دي لمنافع مادية مطفف هو صاحب كل عمل بيدي فرص لأشخاص بعينهم وبيحرم منها عموم العاملين لأغراض في نفسه انتصارا لنفسه غيرتا لنفسه مشاكله النفسية بيطلعها على الناس ومادياتهم والحكم عليهم مطفف هو كفيل في بلد خارجية مش بيدي الحق الكامل لمكفوله وبيبخسه ردبه وبيقفل عليه حياته وبياخد الباسبور بتاعه ومش بيخليه سافر في أي حتة مطفف خلينا نقول أن أنا لا أستاذني أحد ممكن يكون أستاذ جمعة ممكن يكون قاضي ممكن يكون مدير لمؤسسة يعين ابنه مكان ناس كتير أكفأ منه عشان خاطر هو الأب دي حاجة خلينا نفكر في الناس اللي حوالينا وإن نرجع ونقول أن النفس البشرية نافرة والنفس البشرية تدعم الفساد يمكن 80% اللي مش بيهتموا بالفساد أو اللي بيرضعوا الفساد عنهم هم 100% مستفدين منه إنما 20% إتمين مش مستفدين منه بس 20% دول برغم ضقالة حجمهم أنا أسيبكم لا أمش أسيبكم أنا أعمالكم برنامج آه اسمه مش طبيعي بس هنقولكم فيه حاجات طبيعية طبيعي أن أنت تعيش في الحياة دي تاخد منها الجوانب الحلوة وحتى لو كان نص الكوبية بس هو المليان فالنص الفاضي هو مليان أكسوجين يعني مليان هوا تتنفسه هي دي الحياة الحياة أن أنت يبقى عندك ضمير الحياة أن أنت يبقى عندك قلب الحياة أنت يبقى عندك عقل يفرق الحياة إن أنت يبقى عندك حكمة حقيقية الحياة هي إن أنا أمشي بما يرضي الله الحياة إن أنا يبقى عندي العدل أسمى من المساواة المساواة مش حلوة ما أنا ممكن أحط نفس البوكس ويقف عليها ثلاث أطوال مختلفة فيه اتنين عندي ما شافوش يبقى المساواة هنا ما جابت ليش حاجة فير كيسز اللي في كل الثيروس اللي احنا بنقولها هي أعم حاجة وأحسن حاجة في الحياة البشرية خنايا نرجع برضو ونقول إن معاملة البشر عايزة دراسة وإن الناس مش زي بعضهم وإن أنت عشان تيجي الدنيا دي وتعيش مانا وتطلع من غير مشاكل لازم حضرتك تتنازل عن حاجات كتير في مقابل إن أنت تتعلم إزاي تركز تفكيرك تعمل نمط لأهدافك وإزاي توصل لأحلامك بدون مشاكل عشان تحقق الأماط اللي أنا حكيت هالك دلوقتي دي لازم تعرف إن العين طرى بالبصر القلب يرى بالبصيرة ولكن العين التالتة بطرى الإيمان والنور ده حنعرفه مع حضرتكم تعالوا مشاهدينا أعرفكوا على جزء في عضو داخل أجسادنا نغفل عنه وهو العين التالتة أو الغدة السنبرية أو الغدة صماء صغيرة موجودة في دماغ الفقريات في المنطقة دي بالزبط بتنتج مادة اسمها الميلاتونين ودي طبعا الناس كلها مشهورة بيهني طرفها عن النوم ولكن الميلاتونين كمان هو هرموني وأثر على مناطق الاستيقاظ والتوازن والنوم تشبه السنبر ومن هنا جات التسمية بالقرب من مركز المخ أنا أنشط العين دي إزاي؟ يمكن تنشيط العين التالتة البشرية لأي كائن حي عن طريق ترددات روحية كونية تمكنك بالشعور بالمعرفة وتواصل وكدين بس نقف هنا يعني إيه اللي انت بتقولي؟ أقول لكم دلوقتي إحنا عندنا العديد من الغدد عندنا أعضاء الجسم عندنا الشبكات العصبية عندنا الشرايين عندنا الهيكل العزمي عندنا الغشاءات اللي بتغلف كل عضو مننا الدماغ مليانة حاجات كتير يعني خلينا ننزل بالكلام خالص دلوقتي إحنا دماغنا دي مقسومة النصين كلنا نعرف ده نصف الفص الأيمن والفص الأيسر كل فص منهم موجود فيه غدد النهاردة أنا بتكلم عن غدد واحدة بس يمكن ناس كتير ما تكلمتش عنها ولكن هي موجودة في الطب وموجودة في العلم وموجودة في كل المناهج الطبية على مدار العالم كله إحنا هنا في مصر أنا جاية أكلمكم عليها الغدد السنبورية ليها أبعاد أسطورية كتير اتقلت به وهي مش صح إن هي فكرة إن أنا يبقى عندي عين في الحتة دي أو إن أنا لما أكون بحب حد أو عايزة أشبعه حب أبدأ أبوسه في قرطه ومن هنا جاء الاحترام إن أنا ببوس العين والحاجات دي كلها لا أنا النهاردة هتكلم معاكم من وجهة نظر العلم وهعرفكم إزاي تنشطوا الغدد السنبورية لإن دي المفروض إن هي تتنشط حضرتك بينشطوها للأطفال في اليابان عشان كده بيطلعوا أسكية بينشطوها في كل المراحل التعليمية الخاصة عشان الطفل يكون ذكي وبالتالي لما يكبر يعرف يبقى ناجح في حياته طيب بالنسبة لإن حضرتك أهو وصلت للمرحلة العمرية دي ومش عارف الطريقة اللي إزاي أنشط بيها العين التالتة وكثرة الأقويل في الموضوع ده طيب أنا النهاردة بقولك إن أنت تقدر تنشط الغدد دي عن طريق ترددات مناسبة طيب الترددات المناسبة دي بتيجي عن طريق إيه؟ بتيجي عن طريق أسهل حاجة اللي هي التأمل واليوجة بتعمل لي إيه دول يا هيبة؟ بتمكن الأشخاص من الانتقال لأبعاد أخرى يعني تسرح تسرح في الله واقع تعمل لهم إيه كمان؟ بتمكنهم من السيطرة على أفعال وأفكار الناس في العالم المادي مش المادي الفلوس لأ المادي اللي هو الملموس نخش في الموضوع على طول من غير كتر كلام إزاي أحفز الغدد دي وإزاي أشغلها؟ يلا خليني أقولك أول طريقة ما بين الساعة واحدة بالليل الأربعة الفجر بتوقيتك بقى أيا كان بتشوفني أنت من بلد إيه؟ المخ بيفرز مواد كيميائية إيه المواد الكيميائية؟ مالها يعني؟ هي مشاعر ترابط إلى مصدر واحد أعلى اللي هو ربنا تمام؟ تطور العين الثالثة عشان أخليها تبقى ناشطة وتبقى شغالة معايا كويس وبالتالي ترجعلي بالمنفع هو المدخل والمعبر الرئيسي لكل الأشياء النفسية لما بيتم زرع الاتصال بين الروح والعين الثالثة بترتبط كل الطرق الميتافيزاقية للجسد إيه الكلام تسيلي اللي بتقولولي ده؟ حفسرلك كل حاجة طيب أنا إذا قبل ما فسرلك ده إذا ارتبطت كل الحاجات الميتافيزاقية اللي أنت بتقوليلي عليها دي هتعود علي بإيه يعني هقولك أنا ممكن تبقى مستيقص داخل الحلم تقدر تمشي ما بين الحقائق ممكن تتجاوز حدود الإنسانية وده هنشرحه في حلقات تانية بعدي قبل ما نخش على العين المحزورة والعين المفعلة خلينا نقول إيه التربطات اللي بتحصل دي بصوا يا جماعة كتير مننا بيبقى جاي الدنيا دي مش عارف نفسه ولا اتعرف على سلبياته ولا إيجابياته ولا مميزاته ولا حضوره ولا أي حاجة وفيه ناس مستمدة كل أفكارها وكل أراءها عن نفسها من عيون الآخرين ودي حاجة غلط ده ده دور المراية إن أنا بتكلم مع المراية أو بتكلم مع نفسي وابدأ أنا أعرف إيه نقاط ضعفي وإيه نقاط كغوتي وأشتغل على دي وأقلل من دي ده دوري في الحياة إمتى أنا أعرف أعمل كده؟ لما يكون المخ بتفتح متنور التنوير مش بس تعليم التنوير مش نصايح من حد كبير التنوير مش إن أنا أقرأ ألفين كتب التنوير مش إن أنا روح أخذ لي خمستاشر دكتورات التنوير إن أنا أركز مع نفسي إن أنا أفهم نفسي إن أنا أعرف أنا جاية الدنيا دي ليه أنا أعرف أتعامل مع الناس اللي حوالي أزاي إن أنا أعرف أدي علم نافع إن أنا أعرف أربي أولادي إن أنا أختي مثالية إن أنا أبقى صديقة متكاملة إن أنا أبقى أم راضية إن أنا أبقى حاجات كتير واجي الدنيا دي وامشي منها بدون مشاكل لما تكون عندي كل الغدد اللي متأفلة في دماغي يعني خلينا نقول إن العلم صرح إن الإنسان البشري لا يستعمل من مخه ما بيستعملش من مخه غير 2% حرام ليه حضرتك كلنا ما بتعدي ما حقا تقول إيه أنا فهمت عن زي ما أنا عارف ليه نقطة جديدة في وخك نورت تبتخيلوا بقى حضرتكو إن فيه ناس بتعدي 50 و60 سنة وهم ما بيشتغلوا بل 2% بس ليه ويقول لك أصلا أنا حظي وحش أصلا أنا طيب أصلا أغنياء دول أشرار لا أنت الغبي أنت اللي مش عارف تمشي الحياة إزاي صح أنت اللي بتجري بتقوم كل يوم منهم تزود في صروة غيرك أنت اللي بتقينت اللي خلت نفسك من القطيع أنت اللي بتجري وراء وراء الفلوس وقليلا من المخدرات يحسسك بأن الحياة أسهل ونام وقوم تاني في نفس الدايرة وهي دي الحياة وقامت أجيال وماتت أجيال وأقامت أمبراطوريات وماتت وفي الآخر ها وصلنا لإيه؟ ما تبقاش غير الفكر ما تبقاش غير النظريات المحترمة طيب هو في عين محزورة ما يعني في عين ملعونة وفي عين مهتدية مثلا أو العين المحزورة بتؤدي الاتباك وعدم اليقين والسخرية والتشاؤم والغيرة من عين ثالثة مفتوحة ما بضى بالحياة زي ما قلنا العيون الجسدية تدرك العالم المادي وإن العين الثالثة ترى العالم الحقيقي موحدا مع اتصال لا ينبط بالروح تشمل قائمة مزايا وقدرات كبيرة جدا بتجلبها لنا العين الثالثة إيه هي؟ العين الثالثة دي هتفدني بإيه؟ أقولك أنا أعمل لك الحلقة النهاردة عشان أقولك إن العين الثالثة دي لما حضرتك تحفزها وتشغلها حتطلع عندك الوضوح التركيز الدقة النعمة اللي هو الرضا الحتس الحزم البصيرة وده كله صفات المؤمن ده كله صفات رجال الأعمال الناجحين ده كله صفات المشاهير بالخير دي كلها صفات لناس لما مشيوا في مشوارهم المهني اتعلموا كويس قوي 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 إن الحاجات دي هي اللي بتنفع طيب أنا اتشديت لكلامك وأنا مبسوط من كلامك بس أنا لحد دلوقتي مش عارف أنفذ اللي انت بتقولي أنا معاك أنا معاك لحد الحتة دي وها ماشى معاك واحدة واحدة مش هختم الحلقة دي غلما معلمك إزاي تعمل تبدأ أنت لوحدك تفتح العين الثالثة العين الثالثة مش هتقوم من ليلة وضحاها لا محتاج وقت ومحتاج شغل كتير أول طريقة ويمكن أسهل طريقة إن حضرتك أول ما تصحم النوم أو لما تيجي تنام ركز وعيك كله اتجاه فتح العين الثالثة إمتى أعرف إن أنا ركزت الوعي بتاعي قبل ما نام بتلت ساعة أو بعد ما قوم النوم بتلت ساعة بتبقى في مرحلة تواهين كده هنبقى نشرحها بعدين مش موضوعنا ابدأ ركز وعيك للعين الثالثة يعني إيه ركز وعي يعني قول بالتكرار العين الثالثة العين الثالثة أو غمض عينيك وابدأ فكر في المكان بتاع الغضة الصماء اللي موجودة هنا واللي تأثيرها بيبقى موجود لحد هنا إمتى أعرف إن الوعي يشتغل عندي لما تبدأ تشوف الزاوية بتاعت قوضة القوضة بتاعتك 60 درجة يعني الصور بتبقى موجودة في راسك بزاوية 60 درجة يعني عينك مش شايفاها كويس وإن إحساسك العام بمكان تواجدك مش متزم لو عاوز تفضل محافظ على رؤيتك المبعدية وعايز تبقى عينك الثالثة مفتوحة خد بالك إن في مواد كتير تمنعك عن تنفيذ الحاجة دي في مادة اسمها في ريد السوديوم المادة دي بتؤكسد الغدة وبتنيمها وبتخليها غير فعالة وكمان بتعمل على عدم التوازن ما بين العمليات الهرمونية الهرمون اللي العين مفصلوش لحد النهاردة عرفتي منين يا هيبة إن المادة دي مش فعالة بتخلي الغدة مش فعالة حقول لحضرتك أنا بيستعملوها النازيين في مية الشرب لسكان المخيم بتاعهم عشان ما يشككوش في السلطة ويفضلوا دايما مطيعين للأوامر بصوا أنا من الناس اللي مش معتقدة بنظرية المؤمر على العالم ولكن أنا أعتقد بالعلم إذا أزلت مصدر الروح حيفصل نقطة الطلاقي تلقائيا فساعتها ممكن مش بس تفقد عينك الثالثة أنت ممكن تفقد إيمانك وتفقد اتزانك وكل التجارب اللي أنت عديدت مياه في حياتك المادة دي حاليا موجودة فين عشان أنا أتفاديها في حياتي لأن المادة دي حضرتك لو أنت بتشربها أو بتستعمالها وبتركز وعيك 30 سنة والله ما هيشغلة معيك يبقى لازم تقطع الحاجات دي في دريدو استوديو موجودة في حياتنا في معجون السنان فيحمل كوك سجائر رخيصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بما أننا نورنا منطقة جوه المخ لا يستهان بها أعرف أبديك بقى شوية معلومات بقى جميلة قوي أنه مستقبليا التدور المادي ليس له قيمة لو أنت فهمت اللي أنا قلته اللي فات فأنت مش هتاخد معايا أي مجهود في اللي أنا هقوله ده مادة ستشن الحروب من أجلها وعلى فكرة مش هتصدق إيه هي المادة دي ولو أنا قلتها هتقول إيه يعني لا ما كنتش فكرة إن هي بكل الأهمية الرهيبة دي لا ده أنا جاية أقولك كمان إن دي أكتر موارد العالم استهلاكا بعد المية في حد بيعمل حواء كتر من المية لا ده كمان الناس بتستخدمها بعد شرب المية المادة السوداء دي بتدخل كمان في صناعات لحصرة لها زي الصناعات الإلكترونية الأسلحة الزجاج لوحات الطاقة الشمسية والبطاريات والطرق وفلاتر تنقية المية وكمان بيزداد سنويا هذا المورد بشكل رهيب لدرجة إن العالم قد يعاني نقصا شديدا منه خبها اللي جاية دي حتى العصابات في إفريقيا بدأت تمارس التهريب بتاع المادة دي ويسرقوا المورد النادر ده عشان هم عارفين إنه هو مستقبلياً هيبقى أغلى من البطاري تملكوا الدول العربية بكثرة ومن المتوقع إن هي تاخد المركز الأول في دول التصدير الكبرى بجانب دول تصدير البترول زي السعودية وروسيا والإمارات وحتتفاجئ لما أقولك إيه هو المورد ده عزيزي المشاهد إنها الرمال السوداء كما يطلق عليها البعض النفط المستقبل ليه يوصل أهميتها للشكل اللي أنا بقوله ده أو للدرجة دي وليه بتستورد دول صحراوية زي دول الخليج الكيميات الطائلة من الرمال دي رغم امتلاكها لما يقرب من 95% من دولها من أراضيها رملة أنت حتقولي الرملة دي موجودة عند دول خليج أقولك لا عرفك ليه هي بتستوردها وليه مش بتستعمل الرملة اللي عندها أكتر من 50 مليار طن من الرملة دي تستهلك في الصين بس 25 مليون طن سنويا وبسبب الطلب عليها بكثرة والتطور التكنولوجي وزيادة الحاجة ليها بدأ سعرها يرتفع بشكل مبالغ فيه جدا وده اللي خالينا النهاردة أنا أتكلم عليها لأن بدأ الخوف من يعني انتهاءها من علاكة أو كده وإن هي بتستخدم في البناء وبتستوردها دول الخليج عشان تتم عمليات البناء بتاعتها وتشكل أراضيها وتقوم التنمية طيب ليه هي بتستورد الرملة دي رغم أن الخليج أنا وإنت والناس كلها عارفة أن 95% من أراضيهم كلها رملة بس رملة نعمة رملة نعمة لتصلح للبناء فبيضطروا أن هما يستوردوا من دول زي مصر بها نوع حجري من الرملة يشكل صروة مرعبة ورهيبة لمصر ده بفضل وجود البحرين بحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر على حدود مصر بطولها بتتكون الرملة دي وكمان بتتكون بفعل تفكك الشعب المرجنية والأصداف والصخور البحرية والرملة دي يعني أتقل بكتير قوي من رملة الصحراء متينة عنها وده يخليها أن هي تصبح مناسبة جدا للصناعة والبناء ليه؟ لأنها قبلة للتماسك مع بعضها وعشان إحنا خايفين أن هي تختفي وأن ده حيهدد توازن البيئة بشكل رهيب بدأت الدول بفرض قيود صارمة تصل إلى السجن يعني كأنها حاجة مشينة كأنها تداول حاجة مشينة فروض عقوبات السجن على صارقي أو مهربي هذه الرمال وتوصل أنها اتجاوزت على مهربي المخدرات والأسلحة إيه الدول يعني اللي تفضل العقوبات دي عندك المكسيك عندك الفلبين دول شوية عصابات مسلحة ظهروا جوا البلاد دي وتركوا تهريب المواد المخدرة ولجأوا إلى تهريب الرمال بيني وبينك هي حاجة مضحكة بس هي حقيقة لأنها حققت لهم مكاسب أكتر بكتير من الحاجات اللي هم بيشتغلوا فيها الرمال السوداء إنها من أندر وأفضل وأعلى أنواع الرمال هتتفاجئ لما تعرف مصر بلدنا الحلوة تملك الكثير من هذه الرمال باهزة السمن وهي من الرمال الندرة والرملة دي بتتكون فين بقى يعني دلوقتي موجودة فين هي موجودة عند مصاب نهر النيل واتنشأت أو بقت موجودة بسبب التقاء المية الملحة مع المية العزبة على مدار آلاف السنين حرفيا أخدت اللون الأسود بسبب تركيز عدد هائل من المعادن وجود مصر 12 موقع لهذه الرمال وبتستخدم في إيه بقى الرمال اللي أنت شايفها قدامك دي بتستخدم في مجالات كتير قوي فتخيل إن هي تحتوي على معادن خطيرة وهائلة زي ما أنتم شايفين تصلح للتماسك والسبات مما يجعلها رائضة في صناعات مختلفة ومتطورة وكل معدن فيهم يمكن يدخل في عدة صناعات أي إن الرمال يمكن استخدامها في 500 صناعة مختلفة طيق الصناعات دي زي إيه؟ خلينا نتوجها إن هي صناعة المستقبل زي إيه؟ بطاريات طاقة شمسية بطاريات كهرباء اللي حتحل محل أشكال البطاريات الهائلة اللي موجود دلوقتي أزمة كهرباء عالمية ومن مصر من أهم ثلاث دول بجانب الهند والبرازيل ومصر تملك مخزوناً مرعب من هذه الرمال يمكن يكفينا لمية عام جاي من التطوير البنائي والتكنولوجي وده طبعاً هيخلي مصر من أهم وأعلى الدول في المستقبل ولإن إحنا يعني يمكن اللي هيكفينا مية سنة قدام ده يعني يبقى أكتر من تريليون دولار اللي هو ألف مليار دولار وده هيخلي مصر يعني مش عالم ثالث ولا عالم أول لا إحنا ممكن نبقى الدولة العظمى في العالم النهاردة إحنا قلنا مع بعض حاجات كتير تكلمنا في التطفيف أرجو إن انتوا ما تكونوش واحد منه اتكلمنا إزاي تمشط غضة صماء ممكن تستشير طبيبك بعد ما تشوف الحلقة دي وتخليه ساعدك في تنشيط هذه الغضة لإن هي نافعة لو حضرتك مش قادر تعمل تأمل ويوجة أو تعمل الطرق الفلسفية السحرية اللي أنا قلت لك عليها وكمان اتكلمنا عن التداول والقيمة والمستقبل ودي حاجة أنا مش بحشي معلومات لدماغك بيها أنا جست بنور نقط معينة عشان إن شاء الله نستخدم أكثر من الـ 2% اللي إحنا بنستخدمهم في حياتنا العادية أنا ممسوطة جدا باللي أنا قلته معاكم وإن شاء الله حيبقى مزيد من الأسئلة الشائكة اللي وصلت لنا عن طريق رسائلكم حننقشها كلها في حلقات كتير جاية كنت معاكم هيبة زايد فمش طبيعي